اشتركوا في القناة وتعزيزها على مختلف الاصعدة وانوها سموه حفظه الله بدور رئيس وزراء اليابان السابق شينزو ابي واسهماته في خدمة اليابان وشعبها الصديق مستذكرا جهوده في تطوير العلاقات التي تجمع مملكة البحرين واليابان والدفع بها نحو افاق اوسع والتي كان لها الاثر في تعزيز التعاون المشترك على كافة الصعود مشيرا سموه لان اليابان والمجتمع الدولي قد فقد بوفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو ابي قائدا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم واجب العزاء الى السيدة اكي ابي وذلك في وفاة زوجها رئيس وزراء اليابان السابق شينزو ابي حيث اعرب سموه عن خالص تعزيز وموساته في هذا المصاب متمني لزوجة الفقيد واهله ذو ذويه جميل الصبر وحسن العزاء اشتركوا في القناة